بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة في هذا الفيديو سأقدم لكم معلومات عن هذا الحجر الأخضر الذي وجدته في نزهة للبحث عن الأحجار الكريمة وكنت قد صورت عملية البحث ونزلتها في فيديو على قناتي على اليوتيوب قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة هذا الحجر عند حساب كثافته تبين أن كثافته هي 2.71 نحن نعلم أن كثافة أحجار البيريل عموما تتراوح من 2.67 ولغاية 2.87 بالنسبة للزمرد تحديدا من 2.67 ولغاية 2.76 لذلك هذا الحجر غالبا هو الزمرد منخفض النوعية وذلك بسبب عدم شفافيته الحجر نفوذ للضوء لكن ليس شفاف ثانيا كما تشاهدون الحجر ممتلئ بالتصدعات وألوانه أيضا ليست متجانسة وفيه شوائب سوداء كثيرة لذلك فهو منخفض النوعية سنحاول الآن التأكد من قساوة هذا الحجر لذلك ولهذا السبب أتيت بهذا الحجر حجر بنفسجي هو عبارة عن حجر أو باللورة من الإمثيست الإمثيست كما تعلمونه هو من أنواع الكوارتز ذات اللون البنفسجي ولها نفس قساوة الكوارتز أي من 6 درجات ونصف إلى 7 درجات على مقياس موس لنحاول الآن أن نخدش هذا الحجر من الإمثيست باستخدام الحجر الأخضر ونرى النتيجة نستخدم حرفاً مدبباً ونحاول أن نخدش على سطح شاهدوا معي يوجد لدينا هنا أثر خدش واضح على الإمثيست إذن هذا الحجر تمكن من خدش الإمثيست فهو بقساوة الإمثيست أو أكبر قساوة من الإمثيست لذلك قساواته تزيد عن 6 درجات ونصف أو تساوي إلى 7 درجات على مقياس موس أو تزيد عن ذلك لذلك سنحاول الآن أن نخدش هذا الحجر من التوباز الأزرق باستخدام الحجر الأخضر ونرى النتيجة طبعاً التوباز قساوته هي 8 درجات على مقياس موس لنحاول الآن أن نخدش هذا الحجر من التوباز نشاهد عدم وجود أي أثر للخدش كما تشاهدون إذن هذا الحجر قساوته أقل من قساوة التوباز وهي 8 درجات على مقياس موس وبذلك حصرنا مجال قساوة الحجر من 6 درجات ونصف أو 7 درجات على مقياس موس إلى 8 درجات لذلك فإن هذا الحجر الآن هو حجر ميناء الزمرد منخفض النوعية وقساوة الزمرد هي من 7 درجات ونصف إلى 8 درجات على مقياس موس طبعاً مثل هذا الحجر سأحاول أن أسقله لكن سيذهب الكثير منه للتخلص من هذه التصدعات أو الثقوب الخارجية والتصدعات الداخلية لذلك لن نحصل على نتيجة طيبة منه لكن على كل حال سأحاول أن أسقله في نهاية هذا الفيديو أسأل الله أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة